السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيك يا شبابة عمليئة اتمنىكم بخير. النهاردة انا جاي اوضح حاجات مهمة جدا في لعبة الام جي جيم. انا بالفعل نشرت عنها فيديو وقلت لكم حقيقتها كاملة والناس تجهلت الكلام اللي انا قلته في الفيديو. مش بس كده ده فيه ناس هجمتنا وقالت كلام ملوش اي تلاتة لازم. بصوا يا جماعة الموقع دوت منتشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي واخد شهرة كبيرة وملايين من الناس بتخش عليه. هل دي مشكلة انا? يعني انا كايحيا دي مشكلة ان الموقع دوت الناس كلها تعرفوا وشغالة عليه? في ناس بتستحيل الحرام دي مش مشكلة انا يا جماعة. فما تجيشت حاسبني على اخطاء الناس التانية. تقول لي احيا لا احنا مش بنحاسبك على اخطاء التانية احنا بنحاسبك على اخطاء انت. اقول لك يا معلم ماشي اخطاء انا لو انا جيت قلت لك حاجة مغلوطة او انا جدبت عليك في حاجة وحاولت ان انا اجمل حاجة ووصل لك معلومة غير المعلومة الحقيقة. ولكن انا كايحيا بعمل ايه دي حاجة ما تخصكش انت? دي مسألة بالنسبة لنا مش من حقك ان انت تسأل فيها ولا تستفهم عنها. انت المهم ان انت تعرف الحقيقة عن المنصة من حقك تعرف الموقع دوت تفاصيل وايه وغير تفاصيل وايه بدون كدب بقى وبدون تجمل الحقيقة. انت بقى مش متقبل الحقائق او الكلام اللي بيتقال عن المنصة فدي مشكلتك انت. او انت عندك الرغبة من جو ان انت تخش وتشترك وتلعب ومش حابب ان انت تلعب لان انت شايف ان دوت حرام فدي برضو مشكلتك انت. ولكن انا كايحي بقول لك الموضوع ده حرام. ما تشتغلش عليه. ما تخشش فيه. وبانصح الناس انها ما تخشش فيه. فتيجي الناس تهاجنني على ده. فانت بقى متخلف. يعني انت يبقى فيه تخلف عقلي عندك في دماغك. وحتى لو انا بعمل اعلان للمنصة فانا بقول لك ان المنصة ديت مشهورة وبعمل لها اعلان. مع ذلك بقول لك الحقيقة كاملة في الفيديو. عدوهي. عدوهي. انا تعباه. ولكن مش بعمل لك زي اليوتيوبرز التانين ما بيعملوا واروح حلل لك الحرام او حرام لك الحلال. انا الحرام حرام والحلال حلال بقولهولك. فما تجيش تقرف ميتين اهلي في كومنتات بتعليقاتك اللي ملهاش اي تلاتة لازمة. لان انا كده كده مش ههتم. انا ما تنساش الضايك المتين بتاعك. شيرك لو بتشير. لو عجبك المحتوى استمر معنا وكمل معنا في القناة. مش عجبك يا صاحبي. ابدأ ان انت الغل الاشتراك وما تتبعناش تاني. ويلا بنخش في فيديو على طبق. اولا احنا ما شجعناش اي حد تماما ان هو يخش على المنصة ولا اللي هي يعمل ايداع ولا يخش يشتغل عليها. على الرغم من المنصة صادقة وبتقدر تسحب منها عادي. ودي حقيقة ولا انت ولا انا ولا اي حد يقدر ان هو ينكرها. فكون ان المنصة صادقة وبتدفع لك فلوسك دي مش مشكلة انا ما تروحش تحسبني عليها. ثانيا الناس اللي دخلت المنصة وما خدتش بونس من المنصة دوت بسبب ان هما ما دخلوش كود الاحالة الخاص بينا. لان احنا قلنا لكم يا جماعة لازم ان تدخل كود الاحالة اللي هو ظاهر قدامك على الشاشة عشان تقدر انت تاخد بونس لو حبيت تخش تجرب المنصة وتعمل ايداع. وقلنا برضو يا جماعة احنا ما بنشجعش حد من يخش حتى يجرب لان دي منصة رهانات وانا شخصيا كيحي في قناة الربح من الانترنت بشتغلش عليها اساسي. قدني فتحت معاكم برضو الاكاونت تاني عشان اودريكم البونصات اللي انتو بتاخدوها على الاول ايداع ليكم. اول خمسمائة جنيه بتعمل بهم ايداع بتاخد عليهم ستين جنيه جماعة اضافة. ده غير المية في المية دي بوزت اللي انت بتاخدهم اول ما بتسجل الاكاون. فبالتاني انت البونصات في المنصة كتيرة ولكن لازم تكون مسجل من كود احالة زي ما قلتنا. فمش عايزين نتكلم في موضوع البونصات ده تاني الله يكرمكو يا شباب عشان اقرفت بصراحة من الكومنتات بتاعتي. سانيا اجابة موحدة للجميع. هل كل الالعاب ديت حرام ولا فيها الالعاب حلال? لا كل الالعاب ديت حرام يا جماعة لان هي معتمدة على الرهانات. طب ايه اكتر الالعاب اللي بتخسر هنا في الموقع يا معلم? اكتر الالعاب اللي بتخسر في الموقع هي لعبة الطيارة اللي هناك ديت يا شباب اللي هي الجزئين العليمين والشمال. طب ايه اكتر الالعاب اللي بتكسب? قلتلكوا لعبة الليمبو ديت ولكن مشكلتها ان انت بتحتاج يبقى معاك مبلغ كبير في الاكاونت عشان تحقق منها ارباح. وبالفعل يا جماعة الناس ما حققها ارباح وبعتلي سكرينات وبالعكس كمان ده في واحد بتديني الاكاونت بتاعه عشان اعرض لكم منه اثبتات السحب بتاعته. ولكن انا مش هعرض لكم ارباح ولا حاجة عشان الناس بس ما تقولش ان انا بشجع على المنصة ولا الكلام ده. سؤال مهم برضو تسأل في الفيديو اللي فات هل الاكاونت اللي انا كنت شغال به دوت اكاونت حقيقي ولا تجريبي? الاكاونت يا جماعة كان حقيقي والفلوس اللي كانت عليه كانت فلوس خاصة بنا وسحبناها معاك واسناء الفيديو او سحبنا منها اسناء الفيديو كمان. وبعد ما خلصنا الفيديو احنا سحبنا كل الفلوس من المنصة لان ايه زي بقولت لك احنا مبنشتغلش على المنصة ديت لانها منصة رهانية. فبالتالي التجربة اللي انا عرضتها عليكم الفيديو اللي فات كانت تجربة حقيقية بنسبة مية في المية. اما بقى الاكاونت التجريبي فانا فاتح قدام كوا يا شباب الاكاونت التجريبي اللي انا خدته من المنصة المرة اللي فاتت عشان اعمل لهم اعلان فالاكاونت دوت يمعلم في عشر تلاف جنيه. لو انت رجعت بقى للفيديو اللي فات هتلاق ان الاكاونت بتاعي الحقيقي اللي انا كنت فتحه عشان اجربلكو المنصة بصورة حقيقية. دولا بقى عن الاعلان ودولا عن الكلام دوت. كان اكاونت حقيقي وما فوش المبلغ دوت كان فيه اقل من كده. فانا النهاردة هو هلعبلكو بالمبلغ اللي معايا بالعشرة تلاف جنيه دول اللي موجودين في الاتكاونت التجريبي عشان اوريك ان ما فيش اي فرق من الاكاونت التجريبي وبن الاكاونت الحقيقي في المنصة ديت. ولكن صدق المنصة في الربحة او في الصحوبات ما يمحيش ان هي منصة رهنية وممكن تخسرك في اي وقت. وممكن تيجي في اي وقت تضحك عليك وتقول لك لا احنا هنخسر الناس كلها اللي بتلعب الالعاب بتاعي. زي المنصات التانية يا جماعة اللي هي وزي اللي احنا كنا برضو عملنا لكم عنها شروحات. وعشان برضو الناس ما تقولش ان انا بشجع اللعب والقرف اللي هما بيقولوا دوت يا معلم انا مش اقول لكم اي استراتيجيات ولا اي حاجة انا هخش لعب معكم الالعاب اهو بدون اي طريقة معينة في اللعب. اظن كده مفيش اي كلام يزيد عن اللي انا بقولهلكم بصراحة يا شاب. هخش لكم منصة الليمبو ايه او لعبة الليمبو وهنشوف دلوقتي هنكسب منها كام او هنعمل فيها ايه. اهو يا معلم هبدأ ان انا اراهن لكم مسلا بخمسة دولار او تمانية دولار او زي ما انت مشايف بنخسر وبازن الله هنكسب برضو لان اللعبة فيها مكسب وخسارة يا شابه. انا بقول لكمش طريقة معينة هو يا معلم في ان انت تلعب ازاي او تعمل ايه? انا بلعب قدامكم بصورة عشوائية وبدون اي استراتيجية. يعني انا مش بلعب بطريقة محددة. انا عمالة ضاعف وبلعب وخلاص. وبدوس وخلاص. فزي ما انت مشايف ادي الارباح اللي انا كسبتها من العشر تلاف جنيه اللي كان معايا في الاكاونت كسبت الف تلتمية ستة واربعين. ممكن ان انا ام وقف مسلا كده واروح اسحب الالف تلتمية ستة واربعين دول واسيب العشر تلاف. ولكن هل المنصة ممكن تخش تخصرني على طول مرة واحدة? اقول لك ايه. وكل طبعا ما بتزود المبلغ اللي انت بتراهم به كل ما فرصتك في الخسارة بتزيد. مش بتقل على فكرة. وفي لعبة زي اللي مشهورة في كل الارب الرهانات انا شرحتها برضو الفيديو اللي فات يا جماعة. وخسرنا فيها مبلغ محترم الفيديو اللي فات ولكن عوضناه في اللعبة التانية. وانا بتحدى اي حد ان هو ييجي ويقول لي ان انا قلت كلام غير اللي انا بقوله لكم دلوقتي في الفيديو دو. الفيديو اللي فات اللي احنا عملنا عن المنصة موجود والفيديو دوات موجود. قرنوا الفيديوهين وهتلاقوا ان كلامي واحد في الفيديوهين يا شابه. فالناس ديت عندها حقد غير طبيعي بداخلها. انا بقول لك المنصة رهانية ما تخشش ولا تراهن فيها ولا تحط فيها الفلوس ولا تشتغل عليها. فلوس الاعلام بقى اللي انا بخدها دي ما تخصكش انا بعمل بها ايه او انا بخدها ليه. فكل الجواميس اللي قاعدوا يهروف الكومنتات في الفيديو بتاع الام جي جيم هقول لهم كلمة واحدة بس. حمرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة